بعضهم هو بتلا سواء مريض سواء تحت تأثير الشي معين فالله لا يبلانا على موقف هذا يبقى فيه موقف قلت أني تهاوشت وزحفت عنه بيقولك الموقف اللي مسكت عصابي عنه هذه كمرة واقفين عند محل مشهور وقلت لكم تعرفونا كل ابوك تعرف يعني أنت ومحال يوصل حوالي مشهور المحل ذلك الله يكرمك ويكرم السامعين قاعدة لبس شرباتي قاعدة لبس شوز وننزل معي خالد نصار المريخي الله يذكره بالخير ومسيب الخير من هذا المنبر خالد فتح بابه وننزل ووقف يوم وقف فيه هوشة وراءنا على الإشارة قال ما تشوف شوف شوف وننزل ونلبس لي شوز واحد وننزل بدون شوز الثاني وننزل على القرب شوز وطال اللي انفكرت لسيرتين واقفت قدام بعم اللي واحد ياخد لطابوقة كل ابوه مع أهلهم هذاك مع أهله وذاك مع أهله اللي ذلك ياخد طابوقة الرصيف تعرفها؟ وياخدها ويضربها بالقزازة الرجال والله النواقف ماسكتراكسون يضرب قزازة لجنبه وياخد الطابوقة لا هذلك شباب وهذا أمه كل ابوه مع هذا بس هذلك اثنين ومحهم أهلهم وهذا الحالة مع أهله ويحذفون الطابوقة تخينا ذلك يضرب قزازة اللي عند أمه وهذا يضرب قزازة اللي من عنده بس تصرف هذا الرجال يا حلوة تصرف اللي يجي فور الدم يتصرف من التصرف دم يو دع جبني وأنا ما أتحركت من المكان أنا واقف اللي حيني طالع خوي راح وبهو يركض هذاك يوم أنه حذف الطابوقة على القزازة ضربت القزازة ويطيح باله صح؟ صح أول ما طاحته يوض ويفتح الباب ويضرب الباب على الرجال ذاكي الموقف اللي تشوفه بعينك تحس يعني بحماسة حماسة ويضرب الباب ويشيله سماء 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 والله هذا أنا شدنا مغبور ويشيله ذاكي مسكر للشارة ولا يقدر يمشي قدام السيارات وراه سيارات ويسار يضصيه ويبينه سيارات أنا محشور محشور ويشيله سماء بل هو ويضرب على زوت الرصيف تحس بأنه نزل وكمل ويركب مسكر الباب ويقفله رجع مثل حركة هذهك يعني تصرف حلو صح أما دي شون هو ينفتح الباب هم يتصامخون على الباب الثنين على الرجل ذاكي أخويه وين وصل؟ أخويه وصل عنده يوم شفت أخويه راح أنا أنا كنت أحلف عليه قلت أنت ما فيدخل يعني لو لن يعرف الشخص اللي قدامي بس مافروضه شي تشوفه أصوه مافروضه شي يسوي أسمع أنا قلت مافروضه شي يسوي مافروض يعني سواء اللي يدخله هو مافروض يتصل على مثلا الشرطة والتسالة حد أو أنت بتطول على ما تجي على موقف على الحيب بس ضروري عادي يتسع على بس مشين أكيد أن اللي جنبهم بلغوا الناس كلها وقفت لا أسك صادق وأنا حلم عن أخوي قلت والله ما تروح يود فيه ريجيل واجد فيه ناس واجد أشوفهم عنده مشكلة قلت والله ما تروح يا ولد هو يروح يوم راح دلتين يطحت بالمشكلة لأنه إذا راح أخوي والمشكلة أكيد اللي بروح معنا ما هو بيعلم علي أبدخل معي واجع عنده وخوي عاد أخوي أنغباً ويمسك الثنين ويدفهم ما نفزع مع منهم إلا الأمة اللي مع الرجال ذا تكفوني أعيالي فكونا منهم فكونا منهم الله تقول كذا أقسم بالله وحنا نتقطع فيه رايجين القمر والله يفرقون وبعد هذا وبعد هذا ما هو ونفتح الباب بعد رايجي عدده كثير يبقوا ويدي ماسكين الباب فاتحينه ماذا بأمنا طيب؟ ما دري أنا ما ديش المشكلة أجينا على المشكلة ذي زي ما انكسرت الزازة عليهم وميحذفنا الطابوق ونفكت ديها من غصب ونسكنا الباب وتفتح إشارة يوم فتحت الإشارة ما تسمع إلا صوت صوت التوائر ويهج وهذلك واقفي لاحي واقفي من غبل يمكن صارت ثلاث دقائق ولا أربع دقائق للمشكلة ذي إلا الشرطة واقفة ويزخون الثنين اللي موجدين والمرة تقعد الحالة تدق على أخوانها الثاني نعوذ بالله فبعض المرات يعني شفت لوني أنا عارفه أنا حافة عن أخوية ما يروح وكتاة حلفي شفت لوني عارفه صح يمكنني أن يروح يعني فزع ولكني ما عارفه وفي رياجيل ولا تدري شي السالفة ولا تدري شي السالفة وفي ناس يعني لو ما في ناس أشوف ناس يتحركون واذا يدفداء خلاص يعني في ناس يتكفي أما أني أشوف أحد عارفه وخليه لا والله ما خليه وما كل مشكلتين يا أبو عواض والله صحيح ما كل مشكلتين تشوفها تدخل فيها اتعرفها ولا ما تعرفها موازي موازي عشان كنت أقولك فيه أشياء مختصين بالشيء هذا واذا انت تعرفها ما تلم أما دا ما تعرفه والله العظيم إن التغاضي رقم واحد إنك التغاضي وتمشي وماك شغل